ناس كتير بتحاول تغير اللي قدامها وناس كتير بتحاول تطلع نسخ تانية من الشخصية الحقيقية اللي قدامها حضرتك رأيك ايه في الكلام ده؟ وهل ممكن الإنسان يقدر يغير اللي قدامه ويطلع منه نسخة تانية عكسه تماماً؟ وحضرتك معه ولا ضد الكلام ده؟ لا أنا ضد الكلام دوت ضد التغيير ضد الكلام دوت وفي نفس الوقت معايا ده بيحصل فعلياً يعني وارد جداً بني قدام يكون عايش بنسخة غير نفسه الحقيقة اللي موجودة جواه أو زي ما بنسميها الاؤثنتيك سلف ده بيحصل نتيجة بعض الحاجات اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في حياته زي مثلاً على سبيل المثال الحاجة اللي بنسميها The pressure of social modeling أو ضغط الأولابة المجتمعية أي يعني ايه ضغط الأولابة المجتمعية؟ المقصود بضغط الأولابة المجتمعية أن أحياناً المجتمع أو اللي حوالينا أو الصياق العام اللي بننشأ فيه بيأولبنا أو بيحط لنا أطر معينة أو مسارات معينة في حياتنا نمشي فيها ويبقى هو دوة الصياق المقبول والصياق الجميل الصياق الناجح ولو خرقت عنه تبقى خرقت عن القاعدة بالضبط كده بس مش ده بس اللي أنا أقصد عليه اللي أنا أقصده كمان هو فكرة أنه يكون في حد عايز يغيرك يعني أنا عارف الشخصية اللي قدامي عارفة صفاتها عارفة مميزاتها عارفة عيوبها عارفة بتحب إيه عارفة بتقرأ إيه بس أنا عايز أفرد شخصيتي عليها أنا عايز أغيرها أنا عايز أطلع منها مناسبة لي أنا أوكي لأ طبعا أنا متفق تماما لكلام ده بيحصل بالفعل وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتزقنا أو بتخرجنا بره الصياق إن إحنا نعيش بنفسنا الحقيقية ودي من أكتر الحاجات اللي ممكن تبعدنا عن إن إحنا نعيش المعنى الحقيقي لشخصيتنا أو معنى الحقيقي لنفسنا أو لذاتنا وممكن يخرجنا عن الإطار اللي إحنا ممكن يكون نتخلقنا من أجله أصلا 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 عندنا نمازج مثلا زي أهالي كتير بيحاولوا يفردوا شخصيتهم على شخصيت أولادهم أو بيحاولوا يشكلوا شخصيت أولادهم على حسب شخصيتهم هما حالتك شايف ده إزاي ده بيحصل بالفعل للأسف الشديد وده لما أصدته لما قلت لحضرتك ضغط الأولابة المجتمعية يعني مثلا على سبيل المثال أنا والدي أستاذ جامعة فأنا لازم أخش لسلك الأكاديمي زي والدي أنا والدي مهندس فلازم أطلع مهندس زي والدي أنا متربي في صياق اجتماعي معين فبالتالي أنا لازم أكون بعمل تصرفات وبعمل أفعال تتنسب مع الصياق الاجتماعي اللي أنا متربي فيه ده كل دي عوامل بتحط علينا براشر أو بتحط علينا ضغط بتخلينا نعيش نسخة غير النسخة اللي إحنا أصلا مخلوقين بيها مش نفسنا الحقيقية ده لو حصل بيعمل إيه الإنسان بيخرج بره الصياق وبيعيش حياة غير المفروض أنه هو يعيشها لأنه ما بيبقاش هو ما بيبقاش هو فبيبقى مضغوط طول الوقت يجب علينا بيبقاش هو